أجواء مفعمة بالجمال زينت الخرطوم من خلال انطلاق معرض زهور الخريف السنوي الذي نظمته جمعية فلاحة البساتين في نسخة الثلاثين نيلة حسن إحدى المشاركات في المعرض التي تشكو ضعف الإغبال الإغبال كان في السنين الفاتت كان فيه إغبال شديد بالنسبة للمعرض أما بالسنة هذه التحديداً فيه ركوت شديد بالنسبة للزوار بالنسبة لارتفاع الزعار للحالة الاقتصادية يعني فيه تأثير مباشر على المعرض يعني تأثيرنا واضح شديد أنه فيه الحالة الاقتصادية وصلت على تأثير مباشر في كل عام تنظم جمعية فلاحة البساتين دورة تحتوي على الجديد في عالم الزهور يشارك فيها أصحاب المشاتل ومنتجو الزهور ونباتات الزيناء المعرض فيه برامج مصاحبة وبرامج أطفال جميلة جداً زينت سماء المقرن اللي هو في الحديغة النباتية وتعد فعالية معرض الزهور واحة ومساحة لبث الجمال ورفع الوعي البيئي في العاصمة الخرطوم ومتنفساً للكثير من الزوار والأسر السودانية في تنوع ثقافي في الموضوع يعني بيعكس الثقافة بتاعت السودان بصورة كويسة ما بس التنوع الخضري القاعد في السودان المعرض بيعني أن المجتمع السوداني والشباب السوداني بالرغم من المآسي اللي كانت حاصلة في الفترة الأخيرة إلى أنه نحن لسه بنهتم بالجمال لا تكتمل اللوحة الجمالية إلا بوجود المنتجات اليدوية وتم تخصيص مكان للأعمال اليدوية والفنية فضلاً عن طيور الزينة والحيوانات الأليفة في خضم التغيرات المناخية في المنطقة يأتي معرض الزهور السنوي بالخرطوم ليبعث الروح ويعيد التوازن في ظل التلوث البيئي الذي يخيم على المنطقة من الخرطوم محمد إبراهيم هنا القاهرة عاصمة الخبر ترجمة نانسي قنقر